بحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة شديدة من سلبي أوروبا اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سلبي سبول الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى فعشان هيك بقولكم تشتركوا فيها حلقتنا اليوم تبناول اليوم الثاني بأحداثه في أمم أوروبا أو أهم أحداثه حتى نكون دقيقين حنحكي عن المباريات وحنحكي عن قصص جانبية صارت اليوم مهمة للغاية بس قبل ما أدخل بالتبصيل بذكركم دائما تتركوا لايك على الفيديو لأنه هذا كتير بيساعدنا خلونا نبدأ بالمشيء الأول نبدأ في مباراة سويسرا وويلز المباراة اللي انتهت واحد واحد المباراة اللي كانت تقريبا ما بين سويسرا وحارس ويلز وولد اللي تصدل كثير كرات وأبعد كثير كرات خلال اللقاء سويسرا أظهرت اليوم فريق جماعي مدربهم المستمر معهم من 2014 عم بتحكم أكثر وأكثر الفريق اللي معظم لاعبي من تشرين في دوريات جيدة في أوروبا وفرق متوسطة مقبولة تلحب محا في أوروبا وبعضهم مع فرق كبيرة هذا الشي خلى فريق تقني تكتيكي جماعي واضح جدا دفاعيا وهيوميا خطأ اليوم كان له وجهين الأول إضاءة الفرص والثاني أنه تراجع على الدفاع أمام ويلز اللي كانت واضح إنها ما عندها القدرة فعلا تضغطك لو أنت ما رجع سويسرا أعتقد حتخلينا نشوف مباراة ربما أكثر تنافسية مع إيطاليا من مباراة تركيا وإيطاليا أعتقد أنها ستكون مباراة جميلة متستهل نشوفها ننتقل للمباراة الثانية المباراة اللي أنا أعتقد لازم ما تكملت وأعتقد أنه فعليا تم يعني الدينمر كان صعب جدا تلعب اللقاء اليوم في شهر تاني صعب صعب لأنه الناس اللي بتعرف التوتر والغضب والحزر والخوف بالعادة ما بترجع بعد ساعة لما تتطمن طبيعي يكون في شي غلط في جسمك الأدرينالين غلط يكون في شي غلط بكثير أشياء فأعتقد كان لازم مباراة تأجل أكثر شوي لكن صارت المباراة فنلندا فازت وفنلندا هي وجه جميل من وجه اليورو الموسع الجديد المرة الماضية كانت أيسلندا المرة هي عم نشوف فنلندا دائما بيطلعنا لاعبين يعني رحت أشوف لعبة فنلندا مع مين بلعبه مع أي أندي بيعرفه مع من يعرف حدا فيهم بجوز بس بوكي اللي هو انشهر بالفانتسي أكثر منه انشهر كلاعب في البدايات فأعتقد معظم اللاعبين مش معروفين فرصة لهم جيدة يسوقوا نفسهم عيش الجو ونحن نعرفهم لأنه أعتقد صعب جدا نعرفهم بعد هالبطولة هذه بالنسبة للمباراة لكن خلال هذه المباراة صارت حادثة مهمة جدا ريكسون بيسقط مخشى عليه وأخبار أولى أنه ممكن حياته بخطر لكن الحمد لله ربنا لطف فيه واللاعب بخير في هذا القصة الواحد يعني لما وقف معها ووقف مع السوشال ميديا بنفس الوقت شاف حوادثة كهيرة أول شيء يسأل حاله لواحد أنه إحنا منتعب وبنعمل يعني الواحد يبالغ بعض الأحيان بتمسكه ربما بالنجاح بتمسكه بإثبات الذات ببالغ وبيجي بتطلع أنه هذا شاب بصحته شاب وبصحته ورياضي جدا وهذا وفجأة كان حيروح إلا بلطف ربنا يعني واحد برجع بذكر نفسه بترجع هالحوادث يعني بيتذكرنا أنه الواحد يضلي كويس مع الناس يضلي كويس قد ما يقدر ما يحاول يطغى ما يحاول يظلم ربما هذا وجه لكن كان في وجه ثاني بالسوشال ميديا وجه شوي مستفز أنا بفهم أنه في الإعلام طبيعي تنشر فيديو إيريكسن هو عم بيسقط طبيعي تنشر اللاعب هو عم بتعالج لو قدرت تجيب اللقطة وعم بينضرب صدمات كهربائية بس دايما أنا في هاي اللقطات بقول تخيل لا سماء الله لو الواحد بيقرب له هذا هل بتحب تشوف الناس كلها قاعدة بتشيره كده وكمان بتضل النية النية كثير مهمة لما أنا أنشر الفيديو من باب المعلومة شيء ولما أنا أنشره من باب والله يلا هذا حلو بيجيبري تويت شيء آخر وشيء لما يكون اللاعب حياته في خطر شيء كثير غير مقبول وشيء لازم يوقف معه خلينا نحكي طبعا الناس اللي طلعت بالنظريات غريبة اليوم تتعاطف مع أريكسن تتعرف وتتعاطفش مع غيره يعني ما بعرف ما بعرف شو هي النظرية دائما لازم نفهم إنه لما تتعاطف مع فلان مش معناها تتعاطفش مع فلان الثاني إحنا أي إنسان في خطر لازم نتعاطف معه أي إنسان حياته في خطر لازم نتعاطف معه فهذه النظريات اللي شوية الواحد بيقول وين هدول تلقوها تخلي الواحد يخاف فهذه ربما قصة أريكسن اللي فيها جانب إنساني فيها تعاطف بشري عالمي شيء جميل فيها الناس حست تذكير أنه خلي رجلين على الأرض ما نطير كثير ومسلق حالنا بنفس الوقت كان فيها جانب سلبي للأسف ننتقل لقصة تأثرت بقصة أريكسن وهو تغريز محمد صلاحي لأثار الجدل كبير اللعب نشر شورته طالع السياحة ومبسوط في إجازته هنا الواحد يجب أن يكون عادل وبنفس الوقت يكون واضح عادل إنه إحنا حتى اللي تأثرنا بإريكسن وشفناه ما قطعنا حياتنا في بيوتنا وقعدنا في البيت وخلصوا حزنانين بس لا كثير مننا كملوا حياتهم طبيعي اليوم يعني كملوا شغلهم ربما كملوا قاعداتهم مع أصحابهم أحزننا بس ما بتتعطل حياتك يعني نعرف بعد يعني إريكسن بعيد عن الجميع يعني مش إحنا خاصة كناس عرب وكان عيد يعني ما بنعرفه وما عشنا معاه ما في شيء فكملنا حياتنا لكن حزننا وعبرنا عن حزننا ومننا ما نكتفى بس يعني إنه ما يحكيش شيء طبيعي هذا الصح لكن الجزء الثاني اللي صار بهذا الجزء الأول فصراح عايش حياته هذا حقه الجزء الثاني اللي هو مش حقه اللي هي التغريدة اللي نزددت هل هي خطأ؟ بأي وقت آخر مش خطأ لكن ربما يعني صراح لازم يعني لازم يستوعب إنه هو واحد من أهم خمس لعبين في العالم حاليا من حيث الإعلام لاعب وراء أمي كاملة أمي عربية كاملة وراء مش بس مصر والأمي العربية كاملة وراء صراح تقريبا ولاعب الناس متأثر فيه وبشخصيته بردات فعله وبحركاته لو كانت هذه أول مرة حقول درسي كويس لكن مشكلة عم تتكرر هل هذا يعني استهتار من صلاح؟ لا أنا متأكد أنه صلاح ما بعرف بقصة إريكسن لما نشر متأكد بدون ما تسألني مفيش مفيش يكون في درة وعي إنه يعمل هيك وهو عارف هو ما بيعرف لكن هذا برجعني لشيء حكيناه بجوز خمس مرات قبل ذلك عن بعض الأخطاء في تويتر صلاح إنسان أولا وبيخطأ هذا أكيد لكن واضح أنه شخص محتاج مستشار إعلامي محتاج شخص معاه يدعمه عشان يدير هذه النجومية المطلقة اللي يبدو أنه الفريق المحيط فيه مش قادر يديرها بشكل صحيح من حيث السوشيال ميديا وردات الفعل اللي عم تتكرر تفير سلبيا على اللعب محتاج واحد معه ربما ينصح بهيك أوقات انتبه ما تنشرش هلأ في خبر عن إريكسن للعلم لعينة كرة القدم مهوسين بأخبار كرة القدم أقل منا بكتير إحنا المهوسين أكتر منهم يعني ممكن يتفاجأوا بعض الأحيانا بجنسية لعب معين مش زينا ما يكونوا عارفين اسم أبوه أمه للآل فيه فرق كبير حاني عشان أوضح أنه الناس اللي تقول لي هلأ فيه بتحكي عنه بعرفش منطقة المبراية الأخيرة بل جيك انتصار كبير على روسيا انتصار متوقع لوكاكو أكتر ثقة بالنفس لوكاكو نسخة أفضل بكثير من نسخة 2018 هذا المتوقع دل مرة دي براين لسه ما لعد هازار دل فريق لسه ما استعادوا 100% فالفريق عنده الجودة الهجومية وجودة الوسط اللي كافي تهزم أي فريق واليوم أثبت مرة ثانية أنه فريق كاسح حاسم بقدر يخلص أي مباراة لكن أنا مظنة أعتقد وبظنة عندي تخوف كبير مع بل جيكا فيما يتعلق بجودة الناحية الدفاعية فيها جودة قلوب دفاعها جودة محاورها من حيث الناحية الدفاعية أعتقد هي الشيء الوحيد اللي ممكن يعيق هذه القوة الهجومية وهذه الجودة العالية في الهجوم من أنها تنظر بعيدا في اللقب منتخب يبدو في الأمام ممتاز اليوم يبدأ أنه مسيطر لكن أعتقد المباراة الصعبة حتبلش تبين عيوب الجودة الموجودة عند هذا الفريق دفاعيا مش هجوميا نوصل هون لنهاية حلقة سيرفيسبورد بذكركم تتركوا لايف وأيضا تشتركوا بالقناة وكذلك لو سمحتوا تتابعونا على شبكات التواصل الاجتماعي اشتركوا في القناة